القنوات العادية القنوات العادية هي القنوات التي توجد من التشانل رقم واحد حتى التشانل رقم الف اسفل القنوات العادية يمكن زيادة عددها من خلال الذهاب الى الموفي روبرتس ثم اختيار تشانل نامبرز او خلية عدد القنوات وزيادتها من 150 حتى الف لا يوجد اكثر من 1000 قناة عدد الفريمات الموجودة بالمبين الزمني هي 9999 فريم تزداد كلما استخدمنا البرنامج بالتدريج كلما كمنا بسحب خلية كلما ازدادت معنا بنسبة معينة حتى نصل الى 9999 وهو اقصى عدد ممكن استخدامه من الفريم يمكن ادخال فريم وسط مجموعة من الفريم بعد تحديد مكان الادخال وذلك عن طريق الذهاب الى القائمة insert frames ثم كتابة الرقم المناسب او ضغط مفتاح control مع حرف الدال من لوحة المفاتيح لادخال فريم واحد فقط كما يمكن حذف مجموعة من الفريم وذلك بتحددها من خلال النقر المزدوج في هذا المكان ومن ثم القيام بعمل delete من لوحة المفاتيح كما يمكن عمل remove frame من قائمة insert remove frame وهنا يحذف فريم واحد فقط يمكن تحديد التشانل بالكامل من خلال النقر المزدوج في هذا المكان يمكن مد الاسبرايت وذلك عن طريق ضغط مفتاح alt من لوحة المفاتيح ثم السحب مع الماوس كما يمكن نسخ الاسبرايت وذلك بضغط مفتاح alt والسحب الى مكان فارغ كما يمكن تحديد فريم واحد فقط وسط مجموعة من الفريم عن طريق ضغط مفتاح alt يمكن تحديد خلية على الستيج ثم تحركها من مكانها الى مكان اخر وتشغيل العرض لنرى النتيجة يمكن ضغط مفتاح alt من لوحة المفاتيح مع النقر في شاشة العرض ليتم تحديد خلية على المبين الزمني كما يمكن استخدام مفتاح shift لتحديد اكثر من خلية على شاشة العرض يمكن استخدام مفتاح control لازهار خامة الابجيكت والتحكم واختيار نوع الخامة للابجيكت المحدد اثناء النقر يمكن تصغير وتكبير الخلايا مباشرة على شاشة العرض باستخدام البروبرتين اسفكتور يمكن القيام بنفس وظيفة التكبير والتصغير وذلك عن طريق تحديد القيام المناسبة ترجمة نانسي قنقر